بعد عدم الخروج بنتائج واضحة باجتماع منزل الحكيمة القوة السياسية الرافضة لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة تستعد لجولة أخرى من الاجتماعات فيما بينها بهدف تأكيد رفضها لهذا التكليف والتفع باتجاه تقديم شخصية أخرى بديلة للزرفي لرئاسة الحكومة ذهاب إلى حل البرلمان إجراء انتخابات مبكرة وإقرار قانون الموازنة هذه أهم المرتكزات وطالما يكون هناك اتفاق بين الكتر على هذه المبادئ يبقى أن يكون هناك تحديث سقف زمني المترمثل بتسعة أشهر لإجراء الانتخابات وأنا أعتقد أن الآن بوصلت تتجه باتجاه شخصية أكاديمية وقد تكون شخصية اجتماعية أخرى من الذين لم يجروا أي منصب تنفيذ أو تشريع طوال المرحلة السابقة استمرار رفض الأحزاب السياسية تكليف عدان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية وسط تهديدات نيابية بعملية إفشال منح الثقة لحكومته في جلسة مجلس النواب المخصصة لذلك وسط محاولات للضغط على المكلف بتقديم اعتذار من الاستمرار بما كلف به لتقديم شخصية أخرى جديدة تحظى بمقبولية لدى القوى السياسية نحن نعلم أن الآن هناك صراع إرادات كبير من قبل الكتل السياسية في محاولة لأن تلقي بظلالها على الحكومة القادمة الكل يتصارع من أجل ترشيح هذا الطرف أو ذاك وأيضا ما ستكون حصتهم القادمة من الكابينة الحكومية وعلى الرغم مما تواجهه تلك القوى من صعوبة بإيجاد مساحة للاتفاق فيما بينها بشأن تفاصيل تتعلق بالمرشح البديل إلا إن حراكها المتواصل ضيق الخيارات أمام رئيس الوزراء المكلف وجمد حواراته لتشكيل حكومته المرتقبة رغم مرور عدة أيام على تسلمه خطاب التكليف بشكل رسمي فراس الدليم قناة الفلوجة بغداد